هو البيبسي او الكولا هي دي تركبيتها ايه انه الي جواها هنفرق بين حاجتين أخرى فيه حاجات اع sure 케س فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وهم اشهرهم خمس حاجات هنتكلم عنهم لكن في حاجات واحدة احنا مش عارفين هي تركبتها ايه يعني دي جواها حاجات اخرى احنا مش عارفين هي ايه ومن السابق العالمين الاهمين معاكم Investigators عمال اللي في المصانع هنا موجودين في مصر وفي الوطن العربي عارفين الكلام ده بمعمول من ايه لا والمصانع كلها تعبئة يعني ايه تعبئة يعني المواد الخام بتتجاب جهزة من بره في براميل محكمة الغلق محدش عارف اللي جواها وكل اللي بيحصل في مصر او في الوطن العربي ان المادة الخام اللي جدي بتتعبق عشان دي تبقى كولة دي تبقى نفسي طيب خلينا بقى في اللي هم كتبينه ونشوف هم كتبين ايه اهم خمس مكونات موجودين في البيبسي او الكولا ايه هم اول حاجة مي تاني حاجة سكر فيها سكر ما لا يقل عن من عشرة ل 11 معلقة سكر وده رقم ضخم وهنعرف هو ايه مشكلته فيها ايه تاني فيها حاجة اسمها الفوسفورك اسد الفوسفورك اسد ده الفوسفورك اسد ده حمض بيتضاف لها علشان يدي الطعم اللازع بتاعها ده وفي نفس الوقت يبقى مادة حافظة لها انها بتسمح لها انها تقعد فترة صلاحيتها بتبقى لمدة 9 شهور طيب في ايه تاني فيه كافيين زي اللي موجود في الشاي وفي القهوة في المسكة فيه اخر حاجة اللون الاسود الجميل بتاعها ده ده لون ايه ده لون كراميل وده مصيبة ما هنتكلم عنه دلوقتي طيب عرفنا دي المكونات اللي موجودة بتاعتها ايه بقى الكلام العجيب اللي شفناه في الباب